احتفلت وزارة التربية والتعليم بتخريج الدفعة الاولى من المعلمين المتدربين على بنك المعرفة خلال العام الماضي وتشمل هذه الدفعة 150 معلما و50 مدير مدرسة تضمن الاحتفال الاعلان عن انضمام دفعة جديدة من المعلمين ضمن برنامج التنمية المهنية للعام الدراسي الجاري وفي كلمته قال وزير التربية والتعليم طارق شوقي ان الوزارة تتعاون مع وزارة الاتصالات من اجل اقامة مصانع في مصر لانتاج حواسب لوحية لطلبة المدارس والجامعات متخصصة لغرض استخدام بنك المعرفة بنك المعرفة اوليكوتاني للي ما يعرفش هو من اكبر المكتبات الرقمية في العالم جبنا فيه المحتوى من حاليا في 33 دار نشر دولية بتصد المحتوى بتاعها او خدنا المحتوى بتاعها وجمعناه في هذا المكان الدور النشر دي تتضمن حاجات بتخدم التعليم العالي والبحث العلمي وحاجات للتعليم الاساسي كبداية البداية كنت كده اساس ده في الجامعات اللي بيعملوا ابحاث او يقوم بالتدريس التعليم العالي ده بالنسبة لهم جنوزي كبير جدا جدا الدوريات العلمية اللي كان صعب جدا الحصول عليها كلها متوفرة ومتاحة عشرات الالاف من الدوريات العلمية ومن المراجع ومن الكتب كلها ممكن تنزلها ببلاش لاي مواطن بيدخل على بنك المعرفة من جمهورية مصر العربية ترجمة نانسي قنقر شكرا